إيران ترفض العودة ضمن إطار شروط إجراء تعديلات إيران ترفض العودة ضمن إطار شروط توقف مشروعها أو برامجها أو تطوير القدرات النووية والمفاعلات والتخصيب وعدم إيقاف التخصيب لليوران ومفاعلات إيران يعني كل تصريحات السيد الضريف أنه نعود بدون شروط نعود بشرط أن ترفع العقوبات جيد ترفع العقوبات العقوبات التي فرضها ترامب يمكن تحتاج إلى سنوات وحتى مرة من المرات صرح ضريف أنه مستعدين ننتظر أربع سنوات خمس سنوات إلى أن ترفع كل العقوبات جيد لكن معنى هذا أنه البرنامج النووي سوف يستمر إلى أن ينتهي رفع العقوبات منها إلى أربع سنوات الموضوع معقد بهذه الصورة أنا أعتقد الرئيس بايدن يذهب باتجاه الخيار الدبلوماسي لكن الخيار الدبلوماسي ليس هو الخيار الوحيد يعني هو من مسؤوليتك رئيس للولايات المتحدة الأمريكية ضمن إطار هذه المشكلة الكبرى في العلاقة مع إيران هو يذهب باتجاه إظهار أن أمريكا تذهب باتجاه السلام تذهب باتجاه الدبلوماسية تذهب باتجاه الحلول السياسية أن أمريكا لا تذهب باتجاه الحرب هذا هدف الضغط على الاستراتيجية والدبلوماسية الإيرانية وأيضا دفع إيران أو إحراجها إقليميا ودوليا للعودة إلى ملف المفاوضات في بروكسي